اشتركوا في القناة 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 اليوم بصحيفة الليواء يتحدث البطريات كالراعي كان عنده ممتعد نوعا ما بين عدم وصول وقت علا الصوت بموضوع رئيس الجمهورية وحكي انه يجب البحث ونقاش بجدية بس ضربوا في رميت بالمجلس المطارني نعم هذا شي لانه لانه صار في عدد من المطارني الاجلة ضربوا اجروا بالارض وحكيوا بموضوع القرار المسيحي المستقل وكرام المسيحي عندك كيف يكون القرار راعي لكل اذا بدنا نقول المسيحيين كان في موقف للبطريارك داعم ومؤيد ومتحمس الى التسوية الرئيسية بمجلس المطارني عدد من المطارين ضربوا على الطاولة انه الموضوع ليس فقط ذلك انما يتعلق ايضا بالقرار المسيحي وبمكانة المسيحيين في المعادلة كيف يتم اختيار من يتم اختيار رئيس المسيحي من غير مسيحي والامر من يمنع هذا القرار المسيحي من يمنع هذا القرار المسيحي يكون مواحد تماما ما هو المقصود لم يدعي وليد جملاط ولا سعد الحريري ولا نبيه بره يوما من الايام انه هني بيختاروا رئيس شمورية هني بيحاولوا كنت عقولوا التفقوا بيعملوا بيحاق بيقدموا تسوية نعم لكن اذا الاقطاب المسيحيين او القوى المسيحية الاساسية نعم رافضة لهذه التسوية ما رح تمشي التسوية نعم الموضوع الموضوع عند البسيحيين هني يشوفوا يرجعوا يتفقوا ما لما يتفقوا بيقولوا في حالة تانية بيعرقل لا ما اتفقوا عفوا تقدم ترشيح تقارب جنرال والقوات ايه بس ما عملوا اعلان نواية ورقة اعلان نواية نعم بين طيار وطني الحر والقوات اللبنينية قاربوا معظم البلفات بالعمق ما اقربوا على موضوع الرئاسي عمليا لا يتفقوا لمرحل تاني يعني موضوع رئاسي حطوه على جناب واتفقوا على الأشتين نعم عرفت كيف طيب وهذه هي المشكلة حكينا لذلك انا برأيي في شغل مسيحي لازم ينشغل نعم على كل حال حكينا بموضوع يعني هذه السلة المتكاملة اذا صح التعبير قلنا رئيس جمهورية ولكن من بعدها في حكومة في رئيس حكومة في قانون انتخاب يلي اليوم في اجتماع للجنة درسه عنده 17 قانون ولكن مطلوب منها ان تضع قانون مهلة شهرين فيه قانون الانتخاب كما جاء بالسافير اليوم الاولوية ترحل الرئاسة لـ 2016 اولوية قانون الانتخاب لانه هون الخلاف الكبير عليه ليك قانون الانتخاب انا برأيي اذا بند نفود فيه هلأ بيخرب كل شي اولا ما حدا بيقدر يقدر يقدم الاتزام بقانون الانتخاب يعني عندما يقال وهذه كانت من الاشياء اللي مانا صحيحة انه فرنجي يلتزم بقانون الستين مش صحيح اولا ما بيقدر يلتزم ما معه 80 نيب معه 3 يعني هو كتلته صغيرة يعني بيبعه 3 اذا البقين منهم ماشي منهم ماشيين اولا هو لذلك مش صحيح انه قدم الاتزام نعم يفضل القانون على قادة القضاء يعني الدائرة المتوسطة او النظام الاكثر هذا موضوعه يمكن ايه يمكن لا نعم سعد الحريري بيفضل نظام ما بيفضل نظام وليد جملات له مصلحة بشي بشيء معين هذا امر اخر لكن اللي بدي اقلك انه اليوم بل انت اليوم بهالعجالة ما انك قادر توصل لتوافقات سريعة وحاسمي بموضوع قانون الانتخاب لانه فيه تبينات كبيرة نعم وهو اعادة تكوين السلطة اليوم طبعا وبعدين اذا بدك المفتاح الحقيقي بالبلد هو الانتخابات هو قانون انتخاب قانون الانتخاب ايه قانون انتخاب وبالتالي انتخابات النيابية هذا هيدا اهم الرئيس جمهورية اذا بدك ولكن بدنا نجزق نعمل انتخاب رئيس لنقدر نكف بدك تعمل بدك تبلش بالأولويات الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية نعم سليمان فرانجي عمين حكا فيه اليوم حال مشي مشي ما توافقه حوله وراحوا يكون في رئيسة جمهورية ورئيسة جمهورية يكون بخطابه وببرنامجه وبأفكاره اللي بده يتقدم فيها هي أن يكون يشعر الجميع بأنه ينتمي إلى الجميع بصرف النظر عن أهوائه الخاصة وربما تفضيلاته الخاصة إذا بدك ميله ميوله سعد الحريري عنده ميول معينة عنده ميول أنا بقول لك سعد الحريري بتقول له مين بدك رئيسة جمهورية بقول لك بدي سمين الجعشة بدي أمين الجميل ميله عند هول رايح يفتح مبادرة بمحل تاني لأنه مسكرة من كل النواحي وعم يجرب يعمل اختراء للجميع هلأ قبله مشوا فيه كان به ما مشوا فيه بهذا الكلام أستاذ علي أنا بدي أختم هذه الحلقة معك أستاذ علي حمادي الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم توقع وتطورات سريعة يلا ولننتظر ونرى كما ذكرت بمقالتك وسريعا شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر